السلام عليكم وازايك يا اللي وحشني والزمن عنك حيشني عامل ايه رب تكون حلو انا حلو ويهمني ان انت كمان تكون حلو يعني اهو فيديو تاني اهو في اخر الشهر عشان خطر نلحق نلم الدنيا زي ما انت شايف في العنوان نبعد بقى عن عم غانم والكومنتات الغبية اللي ليها علاقة بالفيديو اللي فات النهاردة جايلك بقصة شلة الجامعة قصة شلة الجامعة كانت المفروض في باية اه الدراسة في الفين واثناشر الفين وتلاتاشر وكانت شلة حلوة كده محبراشة فيها سبعة انفار سبعة انفار كان مين كان اخوك وايه استنى احنا ما نزلناش بالانترو صح انزل بالانترو يا خالد خلينا ما نشوف قصة شلة الجامعة ازايك عامل ايه انت طبعا دخلت بقى الكلية اهو او انت يعني ايه لو لسه جديد او لو انت خرجت من الكلية وبتقول يا الصحبة والجمال ويا لا وبتقول الحاجات الحلوة دي وتقعد تفتكر الحاجات دي والدنيا بتمطر واخد بالك وايه كباية فيروز وفنجان ايه كباية فيروز وتشغل قهوة وتقعد تنبسط كده في المطرة في البلكونة فاحنا النهاردة معانا الشلة الشلة اللي بجاد شلتنا النهاردة كانت عبارة عن سبعة انفار السبعة انفار دول كانوا مين كان اخوك وكان صاحبي الزبالة صباح والشهيرة بصياح حم وسيطرة الشيخ بحة عم حميد بس كان لقبه الشيخ بحة وصابونة ودي كانت بنت مش فاكر اسمها كان ايه بصراحة بس احنا كنا من كدر ما كنا بنقولها صبونة وهتعرف ليه واخيرا وليس اخيرا والسابع شعبان الكذاب شوف ترجعنا ازاي لشعبان الكذاب اه طيب ايه اللي لم الشامي على المغربي تعال اما ناخدهم واحد واحد انا انت عارفني خلاص طيب صاحبي الزبالة انت كمان عارفه وعارف هو ليه زبالة غدار قوي غدار بيضرب في الظهر من الناس اللي هو ايه يعني مثلا في مترم مثلا والعيال قاعدين بيمتحنا ولا حاجة يقوم جاي ييجي بالليل مثلا يا شباب تقريبا الحتة دي مش عندنا في الامتحان بجد اه 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 ما ما تشرحتش يروحوا يلاقوها اصلا يعني ايه عليها سؤال بعشرين درجة او سؤال بخمانشر درجة وفين يقول ما انا معرفش انا برضو زي زيك وانا في حد قال لي كده بتاع عارف انت الحاجات دي طب انا اكتشفت الواد ده ازاي صاحبي الزبالة ده ازاي عرفت ان هو بدايته وان هو غدار ومش كده انا كنت ساكت على وجوده صاحبي انا قلقته ازاي صاحبي الزبالة ده كنا رايحين رحلة وكان في 2013 رايحين رحلة كده فمن ضمن بقى الانشطة والاكتيفتيز بقى اهم انا كنت رايحي ناكة بقى فائد وبتاع لو سمحت انت بتكلم باش مهندس دلوقتي لو سمحت باش مهندس برخصة انا باش مهندس برخصة خلاص انا باش مهندس مرخص في نقابة المهندسين حلو طيب حلو فكنا في رحلة وكان في حاجة زي نشاط كده أغوي يعني مسابقة بتتعمل بيوزعوا بلالين على الناس كنا كم واحد تقريبا حوالي مية أنا ما كنت شانا اللي مطلع رحلة كنت فرض عادي من ضمن الناس اللي طلع تلعب يعني موزعين بلالين على الناس وإيه على جزيرة اسمها جزيرة لمؤخذة بربر فجزيرة لمؤخذة بربر كانت كل واحد واخد بلونة وبينفخها وإيه بيربطها في إيده وكانت اللعبة عبارة عن إيه؟ إن اللي بلونته هتفضل سليمة بعد خمس دقايق هيكسب حلو؟ هيكسب كم؟ هيكسب ألف جنيه واو ده ده حوار ده مش كده؟ آه أنا كان عندي نظرية لواء طب يا جماعة ما كل واحد فينا هياخد بلونته ويستخب على جنب لحد ما بلونته بعد الخمس دقايق وكل واحد ياخد ألف جنيه منطقي وهم ما قالوش يعني هم قالوا اللي بلونته هتفضل سليمة لكن ما فيش اشتراط إن إحنا زي المتخلفين عقليا النجري مفسي ومفرق على البلدين لبعض صح؟ فأنا روح تلمى من الناس إيه جدعان بصوا إحنا دول اتحاد الطالبة دول معهم فلوس قد كده يعالوا إيه كل واحد فينا هيحافظ على بلونته على جنب وإنه بقى فينا عادي ما حدش ليه دعوة تخضر يا بوليه ما حدش يدعو حده بتاوه وكل واحد ببلونته ومع بعضين ماشي لكن صاحب الزبالة خد دبوس من طرحة واحدة ما عرفش عمل كده إزاي يعني بس أكيد ما نشلهاش يعني بس هو تصرف وخد دبوس وحط الدبوس هنا اللي هو عارف انت لو ما بين صوابعه كده وقال إيه بقى الولى مش واخد باله وهو معدي كده مثلا والبلونة في إيده يعمل نفسه بيربط البلونة بتاعته مجاي محرك إيده كده فاهم عشوائي مجاي لطش في بلونة بم تفرقع إيه ده حرام عليكي بلونتك فرقعت خرقتي ليه يا ربنا بقى على واجع القلب أنا حقيقي زعلان زعلان على اللي حصل لها بجد فاهم أنا اللي قطها الحركة دي إنه كل اللي بللينهم بتفرقع بيكون هو كان واقف معاهم فأنا كنت راكن على جنبه ومعاي بلونتي كده ومخب البلونة غير ظاهري بتاع فهو جيه يقول لي بقولك إيه يا يحيي قلتوله ما تقوليش يا ابن الكامشي ما تقوليش أنا لسه بص أنا وكل كفتة وهبهدلك معاي فبس يا عم خلاص وبتاعهم مش عارف إيه المهم على ما أتذكر يعني هو فرقع تقريبا تلت بللين الناس أكيد كان فيه ناس زبالة تانيين زي وفضلوا يجروا ينطوا على بعضه ويعملوا بتاع إنما إحنا كنا كشلة السبعة هو فرقع بللين الكل تقريبا بما في ذلك أنا بما في ذلك أنا فرقع بلليننا كلنا ومحدش فينا كانوا خباله إنه هو اللي فرقع بللين غيري شوف الموضوع تافه إزاي بس ده يبنين لك برضو عقلية البنيئة ده فهو هو الغدار ده اللي هو لما نيجي مثلا بنمشي يحساك إنه هو صاحبك وحبيبك وقدرك ونصيبك فاهم ويجي من وراء ظهرك يلسعك واحدة كابي بيست وأنا مش هترجم يعني إيه كابي بيست بس هو كان بيدي الناس كابي بيستات بالهبل ماشي ده مين ده صاحب الزبال صياح أو صباح تمام صباح دي أو صياح كانت المفروض إنها مخطوبة لواحد معنا برضو في نفس الشلة اللي هو مين اللي هو حمو سيطرة أو كانوا بيحبوا بعض يعني وكانوا متفقين إن هم هيتجوزوا أو هيتخذوا رسمي بعد سنة أو حاجة كده صياح دي كانت عبارة عن إيه باين من اسمها عبارة عن عارف أنت الشخص اللوام قوي اللي هو مثلا بقول لك إيه يستة تعالى ننزل إحنا هنروح نلعب كورة نزلته فغصبا عنك وعنه فيه مصورة مجاري ضربت فطول الطريق يستة الجزمة بازت يستة يستة حرام عليك بقى يستة نزلتنا لين نهاردة بقى يا عم حرام عليك بقى والله العظيم طب الجزمة اللي بازت دي هروح ألعب تاني إزاي يستة طول الوقت بعد كده مثلا يستة إيه الحر أنت رايحين للجامعة يستة بقول لك إيه ما تيجي معايا الجامعة بس عشان خطر معايا حاجات ويقول لك ماشي يجي معاك يستة إيه الحر ده يستة بقى أنت يعني منزلنا في الحر والزحمة والقرف يا عم حرام عليك بقى يا ربي يا عم خلاص يا عم خلاص عارف صاحبك صاحبك ده يبقى اسمه صياح هي بقى صباحك كانت كده نازلين عادي هنعمل اجتماع من اجتماعات الأسرة الدنيا مطارت في الشتاء في أسوان وصياح لبسه أبيض وأجرك الله على البيض لما المطرة بتيجي عليه بيبقى الشكل غريب جدا ومش ظريف خالص وعايز أقول لك أن حم وسيطرة كان معنا فالحمشنة والشنب اللي اسكندراني وحم وسيطرة حم ده لأنه كان اسكندراني يعني وسيطرة لأنه باين من الاسم وقت حمش كده حمش قوي اللي هو طول ما هو ماشي معنا عايز يعرف كل حاجة يعني مثلا صياح موبايل هرن ردت مين التصر كلمة مين مش عاف ايه ده ايه ده سيطرة وطبعا بقى الحمشنة يقلع الجاكتة ويديها الجاكتة كده عشان المطرة والجاكتة يا ابني طبعا الجاكتة بتاعتك مش جلد ما انت يعني مش جاكت مش عامل حاجة بس لا الاستاذ الوحيد سيف ايه المجتمع ده هو هو كان كده حمشنة كده وسيطرة والوادكة نواسيم قوي ما شاء الله كان شعر أصفر وعينه زرقة وسبحان الله والله عينه كان بالليل بتبقى خضرة والصبح بتبقى زرقة معرفش هل ده هي حلقة مثلا بالإضاءة ولا ايه معرفش مركب كوروما في عينه ولا ايه بس هو فعلا الوادكة نأمور قوي المهم فدي دي ايه دي صياح اليوم ده طول الوقت انا ابويا هيبهدلني علشان خطر المطرة دي منكم لله انتو اللي عملتوا فيا كده حرام عليكم طب هروح الزهي في المطرة دي ومش عارف ايه يا كده عنه هو ما حابكش يعني غير النهار ده اللي نخرج فيه بقولكو ايه والله العظيم يا خلاص يا صياح خلاص يا صياح مثلا امتحان سقطت فيه او جابت فيه درجة وحشة انتو السبب فاكرين لما نزلتوني يوم المطرة اليوم ده كان المفروض اعود ازاكر وكان فيه ما خلاص يا صياح وهكذا دي صياح ننقل على طول على اللي جنبيها اللي هو مين اللي هو سيطرة سيطرة ده كان مبالغ فيه حمو سيطرة حمو سيطرة عايز يعرف كل حاجة بتحصل ازاي وكل حاجة بتحصل بالتفصيل ايه راكب مثلا راكبين مقرباص مثلا انا وهو واحدة بتتكلم في التليفون قدامنا عايز يعرف بجد هي بتكلم مين وهي الست ما تخصوش في حاجة واحدة ست بواحدة بتكلم يا نهار يا صراح يا صراح سمعت بتقول ايه بتقول لا والله يا حمو ما لكستش قال لي دي بتكلم موحدة بتقوله خلاص يا خالد عشان خطر خطيبي بيرن علي قلت له وانا مالي يا صراح قال لي يا ملك ايه عم انت مشايف بتستغفله ازاي البيت دي لازم تتربى طب يا خالد يعني قول لابوها يا خالد يعني بتقول لنا ليه قال لي احنا عايزين نعرف عنوان اهلها وامرها يا خالد انا مالي حضرتك ايه جو محمد صبحي وشورطة الاخلاق ده هي ازبالة مع نفسها يا عم انا مالي انت عاكبة كده يعني هي بتستغفل واحد قلت له والله مش هاجبني يعني لا اتمنال قلد اهدائي والله بس يعني ايه قال لي ان احنا هنسكوت على البيت قلت له يا اسطح وانا ماله امي انا عارف ان في واحد تتلقى تقول لي يا اصبحنا نعيش في مجتمع يا عم انا مالي انا مالي هو انا مالي فعلا برضو الصلاح هو الصلاح في الواضع زي ده المفروض اعمل ايه احنا هنسكوت لها يا عم احنا بقى لنا يا عم والله بجد كان بيقول لي كده احنا هنسكوت لها ده في واحد مننا بيتغفل قلت له هو مش يعني انا معرفوش اللي بيتغفل ده بس يعني طب خد راقمه منها قلت له لو سمحتي بس خطيبك فينه فطول الطريق قاعد عمالي يرميها بكلام بقى هو استغفر الله العظيم يا مهر سود ومنايل البنات خلاص ضاعت والله عم ياحيا الاخلاق والله ايه بتاع مش عارف ايه وهو من دقتين كان بيتكلم في التليفون مع صياح بيسبلها الدين في التليفون عشان صحيت من النومة اللي تلوش صباحه بجد وبيسب الدين بصوت عالي يعني لو بيتخني بجد في المكرواز في التليفون يعني يا تسحي من غير ما تصباحي علي ده انت حتى اسمك صباح وبيزعق بجد في التليفون فتخيلت مثلا لو في واحدة عادة قدام هي واحدة صاحباته بتقول لها احنا هنسيبوا يتكلم معها كده عجبك ده في واحدة من لنا بتتهزق فاهم وهو ايه واخد الموضوع علي سدره قوي اللي هو يعني ايه بقولك ايه تسحي من النوم اول حاجة تعمليها قبل ما تخسلي وشك قبل ما تسبحي قبل ما تزربحي في الترعة تكلميني تقولي لي صباحه يا عم الحج تقولي لي صياحه يا ست يا عم الناس وبيسب عميتين ام كده ومش عارف ايه وبقولك ايه انا ما بحبش الحال المايل وبتاع انا اسكندراني انا ابن بلد انا جامد قوي وبيزعق في المقرباص خلاص يا حم خلاص يا حم وبقى يا حم يعني ده من دقيقتين كان بمتدايق ان البنت اللي في الداخل بتتكلم مع واحد بتقول خلاص بقى ايه فاليا خالد عشان خطيبي بيرن علي واحنا اصلا ما نعرش ممكن يكون خالد ده بالنسبة بسيطة ممكن يكون اخوها مثلا صحح اخوها كبير اسمه خالد صح اخوها وخلاص مش اسم اخوها كبير يعني خصونا كتب بتتكلم بقى ريحية يعني مش اللي هو ايه خلاص بقى يا خالد اقفل عشان خاطر خطيبي هيشفنا لا ما كانتش بتقول كده يعني كتبتقول يا خلاص بقى يا خالد اقفل عشان خطيبي بيرن علي فده مين ده سيطرة اللي هو عايز كل حاجة ومشكلة ايه سيطرة انه هو كل حاجة يجي عملها بيبرز اللي ايه السيطرة اللي عنده دي بس بطريقة شيك او بطريقة فيها حب يعني اللي هو ايه يصطى انا خايف عليك انت انت بقى لك كتير مش عاجبني ماشي ماشي يا حمو خلاص انا اسف هحاول احاسم من نفسي لا بجد والله انت شكلك مش عاجبني كلا انت كنت ايه انت كنت فين مبارح شكلك كنت مطبق كنت صهران في حتة انت مالك يا حمو يا عمنا صاحبك والان عليك والله انا مش عايز اسمع كلام من الغريب عنك كلام مين غير غير اللي قلقولك صاحبي الزبالة يعني لو فيه اي حد تاني que اقوللي لا انا بس بيقولك انا مش عايز انت كنت فين مبارح يا عم انت مالك يا عم كنت فين مبارح يا عم انت مالك يا عم انا مكنتش في حتة والله انا كنت ليني كنت قاعد مثلا بلعب في سرتي مثلا بالليل ولا حاجة ما فه sustained يا عم انت مالك يا عم كنت بلعب في وداني او في مناخيري أو في أي فتحة في وشي يعني خلينا في وشي أنت مالك يا عم ده أنت سيطرة جدا إيه ده ومنظر أن الحاجات التانية برضو يبقى سيطرة قاعد معايا وقاعد مثلا إيه بيحاول يشؤت وسيطرة بالمناسبة كان محترم يعني إيه كان مقتنع أنه هو ما ينفعش يرتبط غير بالله يتجوزها ودي حاجة إيه تحسب له بس إيه بين الفينة والأخرى كده كان بيحب يخش يشوف الدنيا فيها إيه إيه الدنيا فيه فكان يفتح موقع من مواقع الشقت بتاعة الزمان دي ويتفرج بس على الصور ويقولك البت دي شكلها كذا شكلها كذا البت دي أكيد مثلا قاعدين في نادي نادي مش عارف المهندسين اللي على النيل تيجي واحدة ست شلت ستات كده يقولك الست دي غالبا كده والله أعلم جزها مش تمام بجد والله بجد كان بيعمل كده ويقعد يرمي ودانه وعايز يعرف تفاصيل اللي بتحصل ويبدأ يتخيل سيناريوهات للناس اللي قاعدين دول عاملة ازاي دي جزها مش تمام دي عندها مش هاكل دي بتخون جزها مع ابن خالة عامة صاحبتها حمو شوف لك حياة بجد يا حمو يعني حد يسيب حياته صغيرة كده يا حمو حمو السيطرة المبالغ فيها دي ما تشحله خلص تمام ده بالنسبة يا حمو بعد كده عندنا مين عندنا الشيخ بح عاب حميد عاب حميد ولقب الشيخ بح وعاب حميد كان ما شاء الله والله اكبر بيصلي بس كان لسانه لا يخلى ابدا من قولة بح متخيل لسانه ما كانش نظيف قوي يعني وكان من الناس اللي هي ايه تحب تفليكس بالدين عارف انت يعني ان شاء الله كنا نخش الجنة فاهم انما هو لا هو عايز دايما يبقى ليه ادج عليه كده شوف تبقى بتكلم كلام انجليزي يعني مثلا الاسرة كان فيه ناس بتيجي تشترك كانوا مسيحيين فواحدة جاية بتقول مسائل خير فيقول لها وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته خير ايه يا غالي ايه غالي حتى انا كلمته في الموضوع ده قبل كده قلت له يا بحة مش كده احنا كنا بقول له بحة بجد يعني يا بحة مش كده يا بحة في ايه يا بحة يعني قلت لك مسائل خير قلت له مسائل فل سلام عليكم ازايك عامل ايه بس خلاص كده يعني فهم يعني خد السواب بتاع السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من غير ما تكون سخيف وتقطب حاجة بايكة زي عاد الامام في الافلام والله ما في الاخر نرجع نقول الصورة المعفنة اللي بجيبوها في الافلام دي جاية على ايه ما هو من بحة فييجي بحة حاجات تانية ودي حاجة انا فاكيرها اوي والله حتى الحاجة ففي النصر احتقال ايه والنبي عم بقى ايه ما تصدعناش خلينا ركز في الانت في قال لي لا يا احية لا من حلف بغير الله فقد كفر قلت له انا ممكن تشعرف قال لي والمصحف من حلف بغير الله فقد كفر والله العظيم قالها كده بجد ما عرفش كان افه ولا كان طلعت مع تلقائي بس هو كان افه حلو قلت له بس انت حلفت دلوقتي بالمصحف قال لي لا ده لغوة حديث يعني لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم قلت له طب يعني هو انت لا يؤاخذك الله وأنا هيؤاخذني والله العظيم عارف راح قال لي ايه تخيل قال لي ايه انت حفظ كم صورة انت عارف اصلا لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم دي من صورة ايه عارف اصلا ما قلتها صح ولا قلتها غلط تقدر تع work through السلام عليكم خد يا عم هنا ايه يا عم جوجل اللي فتح قدامي ده بحة كم من الناس دي اللي هي تتعالى عليك بالدين تتعالى عليك بمعلومات في الدين بشكل مبالغ فيه مثلا وإحنا قاعدين عادي انت عارف حكم كذا 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 يا بحة انت لسه طفي السجارة يا بحة يعني انت حتى أنا فاهم يا بحة انه ممكن نكون بنعمل ذنوب خلوات ما بيننا وما بين نفسنا وبس ما بنتكلمش في العالم يعني مثلا واحد بيشرب سجير في الخباسة بس قدام الناس بيحافظ على صورته ما بيشربش سجير وبينصح الناس بعدم شرب السجير بناء على ايه بناء على عدم شيء عشان ايه حتى لا تشيع الفحش اه هو بيعملها كذان بفردي لكن عشان خطر مش عايز يقول لنا اه يا جماعة شربه سجير بيقول لها جماعة السجير مضرة وغلط وحرام والدخاء من الخبائث والكلام ده كله انا فاهم ده انما انت يا بحة وانت بتشرب السجارة بتقولها كده لا انا ربنا هيسمحني لان ربنا عارف ان انا نيتي كويسة نيتي كويسة في شرب السجير بتشرب السجير بناء على ايه طيب كان متخير ان هو هو بيعمل الحاجة انه عادي هو يعملها لكن مش عادي غيره يعملها هل كل المتدينين كده لا طبعا ده ده النموذج الوحش الشيخ بحة بحة ده انا متأكد انه هو بحة كان اكبر مني بالمناسبة انه هو لما اتجوز وهيخلف بقى وبعيله هيكبره بحة ده هيبقى من نوعية الابهات اللي هو لما تيجي يتكلم معاك هو اللي يفتح النقاش يبقى دي لاي شايفك ما ربي شعرك مسلا احلق شعرك يا من الكلب فتقولها بابا انا بحب شعري تحب شعرك ايه يا من الكلب احلق شعرك فتقولها بابا النبي كان ما ربي شعره وهو انت عملت اللي النبي بيقول عليه في كل حاجة بتصلي السنن طب عارف بيتقال ايه في سجدة التلاوة لما الدنيا مطارة مبارح صليت صلاة المطر لما الشمس كسفت صليت صلاة الكسوف لأ رحي لقى شعرك ايه يا بابا انا مالي بكل ده يعني انا مالي بكل انا عايزة ربي شعرك ايه يا حلق هو ده بقى لما تيجي تزنقه في حاجة يخش على الدين في الحالة دي على ما اظن من قعدتي بقى معايا لما قربت منه كان عنده شيء من عقدة نقص غنانة كده بيحاول يملاها بتدين اجوف او تدين ظاهري وربما ممكن يكون هو تحديدا نسي الفرق ما بين ان الدين شقين شق ايماني وعقدي وشق معاملات هو في الشق الايماني والعقدي يعني ان شاء الله يكون تمام الرجل بيصلي او الشق العبادات يعني بيصلي ومؤمن وموحد بالله لكن في شق معاملات كان سيئة جدا بيتأخر بيكذب كتير جدا بيكذب كتير جدا مثلا كنا كلنا وقت صلاة الظهر مثلا عشان بنبقى في الكلية او بنبقى في الجامعة فكنا بنروح نصلي فيه عيال بيبقوا قاعدين برا قدام الجامع بتاع الكلية بجد واد قاعد جنب بيت ومسكين موبايلاتهم وعملين بقى مش عارف يهزروا ويدحاكوا والجو ده فهم عدي يوم جاي قايل ايه العيال دي هتروح من ربنا فين قاعدين كده وسمعين الادان وبيخشوش يصلوا يا عم الحمد لله ان احنا داخلين نصلي طيب يا بحة روح قلهم يا جماعة يلا عشان نصلي الظهر بس اهيه وبحة ده كم من نوعية الناس اللي بتشغل على موبايلها في المواصلات فيديوهات مثلا للشيخ الفلاني بس مش الفيديوهات الحديثة فيديوهات قديمة قوي اللي هو الشيخ يبقى بادئ بيتكلم بزعيق مبالغ فيه وفي النص عيل صغير بيقرأ جزء من آية قرآنية بصوت طفل كده صوت مش هتحب تسمعه خالص يا بحة مش كده لكن هو في الناحية العقدية أو في الإيمان يعني نشهد له ان هو رجل كان محترم فده ايه ده الشيخ بحة بعد كده عندنا صبونا وصبونا دي ما كانش يسمعها صبونا كانت بنت مسيحية واسمها صبينا تمام حتى كنا ايه كان معرفش تريبا ان جدها كان ألماني او حاجة كده اسمها كان صبينا صبينا بيتكتب كده فكنا بسمنا صبونا ليه بقى صبونا دي ما كانتش بتعمل اي حاجة في الأسرة غير انها بتيجي تاكل وتشرب وتمشي والله بيكلمك بجد صبونا كانت مسلا ايه يلا صبونا انا اللي كنت مطلع عليهم الاسامة دي بالمناسبة شباب يلا صبونا يلا بونا يلا بمبناية يلا بطة يلا عندنا جاردة هنجرد الكاراتين الكتب دي النهاردة يلا بينا ايه ده طب ثواني معلش انا انا محتاجة تخل الحمام ضروري تدخل الحمام تقعد ساعة لا تلت ترجع فل ميكوب ايه صبونا انت تزحلقتي من نفل الحمام ايه صبونا فيه ايه حرفيا بتزفلط من اي حاجة من اي حاجة تاني حاجة عاملين غدوة جابين بقى سمك ومحمر ومشمر كل واحد جاي بحاجة وفي ناس ما جابوش دول اللي كانوا هيغسلوا صبونا قالت معلش يا جماعة احنا اصلا صايمين فانا مش هينفعاكل معاكم فايه لو في حد هيجيبلي مثلا ايه رؤاء وبطاطس وزلابيا وحاجات كده انا تمام ماشي معرفش الزلابيا بس انا بقول اي حاجة لو ايه اكل يعني ايه يتوافق مع الصياح ماشي جبنا لها وبقينا كلنا عاديين بناكله يلا جه الدور على غسل الموعين غسل الموعين كنا في بيت حد يعني طريبا كنا في بيت صيح غسل الموعين معروف ان زوقيا في ناس بتخسل الموعين وفي ناس هي اللي بتشعارف ايه كنا مقسمينها يعني فقال المفروض مين اللي هيخسلوا الموعين صياحة علشان دابتها وهتساعدها مين هتساعدها صبونا وقاء يا جماعة ده مش معناه ان البنات هم وظيفتهم لا خلاص عشان بس يعني انا عارف الحز اللي هيحصل يعني بس احنا كنا مقسمينها كده زي الدابت بيت ناس مش هنخش احنا نخسل الموعين في بيوت لو في شقة انا اكيد ما كنتش هعزم بنات في شقة يعني ايه العبادة كنت هعزم الرجالة البفة وخليهم هم اللي يخسلوا الموعين ويدلكولي رجلي ويبردولي دواف الرجلي ويدعاكولي كعوب رجلية بالحجر الهاشمي يقوم ايه صبونا يجي لها تليفون ضروري جدا يا له ويه محتاجة يا جماعة ارد على التليفون ده وتطلع تتكلم في التليفون في البلكونة ساعة لحد ما كل ايه الموعين تتغسل في الكلية صبونا كانت تعمل ايه صبونا كانت في علوم مع اه اه صياح ومع سيطرة تسليمات بقى وشيتات وبتاع دايما كان في حد بيعمل لها شيت فاي بروجيكت مثلا ما بينهم وما بين بعض ما كانتش بتعمل حاجة خالص وتيجي في الآخر ودايما رامية على ان ايه زمايلها اللي في التيم بتاع البروجيكت هيبقوا خايفين على ان البروجيكت يبوز حلو فكانوا بي ايه بيعملوهم بيلحقوا الدنيا وهي عارفة ده ان هم مش هيقبلوا ان هم كلهم يتخسمدهم درجات علشان خطر هيب بتتخزل او بتتزحلق دي صابون والاخير شعبان الكذاب وباين من اسمه شعبان ده هو ما كانش اسمه الكذاب هو كان اسمه شعبان الزرات وكان في علوم برضه عارف انت فيه علماء بيحضروا ذرة شعبان كان بيحضر ذرتة بجد كان زر يا خربت كده مش طبيعي تفتح نقاش في اي حاجة في اي حاجة لازم يدلي بدلو ادي لك مثال بسيط خالص راجبين ميكروباس ومروحين انا وهو قاعدين جنب السواء السواء بكل اسف بكل يعني غلطان حيوان ما يدركش ماذا خطأوا سألنا بس انتم منين انا قلت له من الهارف شعبان قال له من مركز يعني مركز من المركز في اسوان في الصعيد وبدأ شعبان يتكلم عن الحضارة الفرعونية اللي في بلدهم وعن الهرم وازاي الهرم اتبنى من 7000 سنة وازاي ان الهرم ده كان متغطي بكراست كده من الدهب تقريبا وبتاع والسواء في اسوان فهو بالتأكيد عارف كل الكلام ده بالمناسبة لان اي حد في اسوان ايام ما كان فيه سياحة كان مرشد سياحي او سواء مركب باع المركب وجاب مكروباس ناسها لني فشعبان قاعد طول الطريق تقريبا حاجة و30 دقيقة من الجامعة لحد الشقة عمال يتكلم عن الحضارة المصرية جميل جميل انت مذاكر الحضارة دي حاجة دي حاجة محترمة حلو فمرة تانية شعبان لما كان يجي يستلمني بقى مطش عادي شغال مطش الاهلي والزمالك تقريبا بتاع اللي كان بيتلعب في الامارات بتاع كاس السوبر اللي هو التلاتة اتنين اللي كهربا ضيع فيه بيلين وحسام غالي جاب فيه بيلين فاكرة المطش ده كان مطش السوبر جميل قوي كنا كلنا قاعدين بنتفرج على المطش ده شعبان قرر غير مأسوفين عليه انه يحكي لنا كل حاجة ليها علاقة بالامارات وبالاهلي وبالزمالك وبالكرة وبعن علاقته بجد بلعبت الكرة لما كانوا صغيرين وان ابن خالد عمه عنده مطعم في الزمالك اسمه اهواك باين ولا حاجة كده واتمنى لو انساك فعلا ولعبت الكرة كلهم صحابه وهو هناك حتى شاف حسام غالي بس مرضيش يخلي حسام غالي يمضيله علشان خطر بيع الاهلي وراح السعودية مش عالي حاجة شبه كده عشان بس الاهلاوي اللي لاحس الكيان اللي هيجي يشتمني في التعليقات انا بقول هو اللي قال روحشت مش عبان الكداب زائد ان هو كداب بيزرط يعني ما تصدقوش حسام غالي عمك انا اسف باشا وبدأ يهبد ويفتي تيجي تفلفص منه تقول مثلا تدخل الحمام في القهوة يجي يقف جنبك في الحمام ويفضل يتكلم او يستنىك تخرج عشان يبدأ يحكي لك على خلاص يا خلاص يا تعبان خلاص يا تعبان يا زراط والسابع كان من اخوك وانا وقتها كنت بمر بحالة سيئة جدا كنت شخص حقير جدا بلاش حقير كنت شخص سيئ جدا ليه كنت كنت مؤذي نفسيا للناس اللي انا بعرفت شفت انا كنت عملا صنف الستة صحابي ازاي عايزك تتخيل معي ان في كل قاعدة كنت بافضل التريق عليهم قدام بعض وفي اي قاعدة فيها شلة كنت بافضل التريق التريق قوي ودي تعليقات لاذعة يباني ان انت قلان على الشخص لكنها في الحقيقة مهينة جدا مثلا حد من الشباب كان وزنه زايد كانت قدم لبنت للمرة الرابعة تقريبا وطرفها وهو مش هو خباله انه هو اطرفض علشان خطر هو وزنه زايد فانا قلت له طب ما تخس يعني خس كده بطل اكله وبطل خليك بني اذا قلته له بطريقة رغم ان انت فعلا ممكن تقول له يسطح اهتم بصحتك عشان خطر كوليسترول وعظمك ممكن يتعب وانحنا لسه صغيرين احنا لسه عشرينات ثم في الاربعينات هنعمل ايه وبتاع انما انت بتديره الموضوع بصورة مهينة كنتك قصد تتريق عليه او تحقر منه تعليقات موذلة واحد تاني مثلا بعد يوم كله حر وشمس جاي والولا حرفيا يعني كان بيتنفس عرق مش اولك ريحته من التنى من الاخر من المنطق انك تاخده على جانب بتقوله يا ستا بص يعني ايه ايه انقع نفسك في مية بخل انما ما تقولهش افيه قدام الناس تدحك كل اللي عادين عليها انا كنت عامل كده وحتى لاي اظن البعض خطأا ان انا بتمنظر بدا انا بقولك انا وقتها كنت كلب كنت بستمر في التنمر بشكل مرضي وكنت بستمتع جدا بايه بان انا ادحك الناس على حد وكانت كل قاعدة على القهوة بيبقى هنشوف مياحية هيقاعد مين على المسرح وكله يقعد يدحك ويتتريق وكان على ما اتذكر كان فيه حد واحد فعليا كان بيخاف يقعد على القهوة لان انا كنت بقعد التريق عليه كتير واللي كنت بلاحظه ان كان فيه ثلاث سلوكيات دايما بياخدهم اي حد التريق عليه اول حاجة خالص ان هو كان عادي بارد جدا ويدحك وبتاع لا حلو حلو عاش وانا متأكد ان هو من جواب يتقطع وكل ما يستمر في اظهار البرود انا ادوس اكتر ادوس اكتر لان انا ببقى مستني رد الفعل التاني اللي هو التبرير يا عم لأ انا اصلا مش عارف ايه وبتاع دا دي اصلا كذا لا 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 اصلا انا انا عامل ضايت والله وبخص انا حتى خسيت 15 كيلو من الاسبوع اللي فات بتبرر فانا هدوس عليك اكتر هدوس اكتر لحد ما يوصل للايه للييلد بوينت واخد بالك الجماعة بتوصل على الستريس دياجرام توصل عند نقطة كده يتعفرت ويتعصب ويبقى عايز يقوم يمشي ويبقى في الاخر العيوطة اللي بيزعل من الهزار ويعمل حبنها الزرور بتاع شايف الخارة اللي انا كنت فيه بجان حرفيا انا كنت يعني ايه اسوأ من شعبان الزرات انا محدش كان بيعرفي الطريق عليا ليه اي حد بالطريق عليا بيعرف اجيب جوال انسيكوريتي بتاعته واضرب في الانسيكوريتي نقطة عدم الامان كده بنشن عليها ودايما كنت تعلمت من الناس صغير ان انت دايما تحط انسيكوريتيز فيك عارف انت الديكوي فيه كلام انجليزي كتير اوي النهار عارف انت ايه تحط تمويه كده لو تعمل نفسك ان فيه حاجة هي دي الانسيكوريتي بتاعتك دي الحاجة اللي ايه دي عقدة النقص بتاعتك وتظهرها سيكا كده بحيث ان اي حد عايز يضايقك ييجي عليها وانت من جواك اشتر الحمد لله انا اصلا مطلع دي عشان خطر انت اللي تتريع عليها لكن فيه حاجة تانية جواك انت بتخاف اي حد يلمز وحطت حاجات كتير اوي عشان خطر ايه تخبيها وصعب اوي حد يوصل لها ما كانش مستحيل لكن كان ايه بقى لما لقيت الانسيكوريتي اللي عندي موجودة في حد تاني والتريعت عليها والتريعت عليها المرة دي بطريقة انتقامية وكأني بعمل كده عشان اشفي اي 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 او اعالج النقص اللي جواينا بطريقة مرضية بطريقة بطريقة وحشة اوي وفي الحالة دي انا اتذكر بنت هي اللي سكتتني وسبحان الله كانت صياح صباح هي اللي سكتتني قالتلي مكفاية يا حافية انت مش واخد بالك ان اللي بتعمله ده اسمه استقساد كنت عايز اقلش على استقساد بس ملقيتش اف ايه وقتها جبت لفظه صعب قوي استقساد هقولك ايه يا صياح ايه الخارة ده انت بتستقسل عشان خاطر عارف انه مش هيرد عليك مارس ليش كده قدامه طبعا لاننا ما يكتب قدامه الوضع هيعيط ده بالمناسبة يعني قلت كده ما مش بس قدامنا كلنا او كان قام يدخل الحمام وغالبا كان قام يدخل الحمام عشان يعيط او يزعل او يتعصب او يضرب في المراية في جو الافلام العربي ده انا ليس كده سيبته يعمل كده انت مش شايف ان ده اسمه استقساد حد يسيب نقاط ضعف وصغيرة كده انت عايز تدري حاجة جواك احنا مش عارفين ايه هي بس محدش طلب منك ان انت تدريها يعني يعني انت مش مهدد بحاجة هنا بقى انا حسيت ان انا اتكشفت فاهم وانا ما كنتش بعمل كده قاصد بس هواء ايه ده بيبقى الله وعي بتاعك فبتديت تلوش فبتديت التريق عشوائي عليهم كلهم فبتديت تلوش والتريق محدش بيتحك فانا سايدي حسيت ان انا ايه اتفضحت يعني اتقفشت روحت امت ايه خدت الواد على جنب لانا كنت قاعد عمال امسح بكرامت الارض قلت له حقك علي ايه تعالى ورحت ام قاعدوا وسطنا تاني طلو بص انا عارف ان انت جامد ومزعلتش من حاجة يعني اللي يزعم الكلام ده بقى عائد صغير مبدئيا كده علشان بس ايه اوفر عليه حيطة ان هو يقود يدفع عن نفس قلت له اعمل مزعلتش بتاعه قلت له بس انا اسف انا اسف ما يصحش عمل جانب وانا بعمل ده مش عارف زايدت مني ووعد مني قدامكم كله كورة الجالة ويا بنتين ان دي مش هتحصل مني تاني لو حصلت مني تاني يبقى انا استهل كذا 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 مش هكذب عليك لو ما كانتش صلاح صاحت في وشي انا كنت هكمل في التنمر عادي خالص خالص بس اكتب خيرها انها سمت الامور بمسمياتها وقالت لي انت بتعمله ده مستقسد وتنمر واستقوى على حد مش قادر يرد عليك بنفس الطريقة خصوصا ان هو لو قام مسكك ورنك علقة انت هتبقى زعلان لانه هو استغل حاجة عنده مش عندك اللي هي القوة الجسدية صح انت دلوقتي زعلان وهكذا ده بالنسبة لنا تعالى بقى ما نمسك في مين في علاقة صياح بسيطرة بعد سنة او سنتين سيطرة كان دايما كل ما ييجي واحد من صحابنا يخطب يقول له بص يا ست انا مقصدش حاجة والله بس من باب الاحتياط اللي انا بشوفه كل يوم يخلني اقلق روحك شوفه عنده دكتورة دكتورة ايه غالي دكتورة نتأكد ان البنت يعني ما كانتش ماشي غلط يا عم لو انت كل يوم بتشوف ناس وحشة او عرفت ناس وحشة ده مش معناه ان كل الناس وحشة يا عم مسكت انت متعرفش حاجة اسمع انا حمه بقولك انا بقولك اهو فيه ناس كتير بيبقوا من بره هلا هلا ومن جوه اعلم الله فانت متعرفش ممكن تكون مدوراها ومش مدوراها احتياطي انت رايح تخطب واحدة اطلب منها كذا يا جدعم مش عارف اي حد يقوله كده بجد وكان بيقولها نصيحة من قلبه وهو شايف ان هو بيطلب خير وزي ما قلتلك حمه كنشأر وعينه زرقة بتخضر وحليوة كده واخدوده حمرة وجوه لاين وبتاع امور قوي ان شاء الله وشفيفه مقلوبة وبتاع حاجة كده اللي هو انا دلوقتي انا ها والله راح يتقدم للصياحة رسمي خلاص قعد مع ابوها وابوها راجل ايه بقى راجل شديد راجل محترم كان يعرفنا قبل كده لان احنا دخلنا بيتهم قبل كده ومين اللي كان رايح حمه كان يتيم بالمناسبة كان يتيم الاب كانت امه عيشة ولكن ما كانش ليه عمام وكان ليه خال واحد فاحنا اللي روحنا معه الشلة فاهم البرتيت البفة الجنج خليو عمال ينام هنا فلو سمعت اي صوت كده يبقى ده طالع من خليه مش مني يعني ده جيت اجه من خليه ده من خليه برضه تمام فبيقول لي ايه الراجل قعد ويقوله يا والله يا ولدي انا عرفكم وانتو ناس محترمة وجميلة وبتاع اه وماشي بس قبل اي حاجة انا عندي طلب بسيط صياح دي كان اصلها من اتفو بالمناسبة واتفو ليها سمعة كده اللي بقى كتبها لنا تحت في التعليقات ممكن اقول لك ايه كان يقوله لما تيه تقف في طبور ما تقفش ووراك اتفاوي مش هوضح اكتر من كده فابو ابو سياح قال لحمه سيطرة قال له بص يا ولدي وقل اسمه محمد يعني بص يا ولدي بص يا ولدي بص يا محمد يعني انت ابن حلال وكل حاجة وبتاعه بس برضو يعني انا عندي طلب واحد ايه قال له انت متزعلش مني ودى صفر قال له كده والحرف وحليوة ما شاء الله وبتاعه وانا اسمع ان اليومين دول اسكندرية بيحصل فيها حاجات مش مش بيحصل فيها بيحصل فيها حاجات مش تمام قال له كده بجد والله يعني لو ما تأخذنيش عندنا دكتور جاربنا بتاع بواسير عايزك تروح تكشف عنده يعني اذا ربما يكون بتكون بسكليت عارف المشهد بتاع لا لا ماسمح لكش انا غصبا عني تحكت خبطت في المايك انا اسف يا خالد انا غصبا عني تحكت بغباء لان حمه كان عايز اصلا يطلب من صياح انها تروح تكشف عند دكتورة حمه اللي شايف ان كل ايوة حقه حقه يتأكد انها مش ماشي ماشي بطال ابوها قال له احنا عايزين نتأكد لمؤاخذة ان انت مش بامية اوبا يا حمه حمه هنا تعفرت حمه كان بيحب صباح بجد قال له لمؤاخذة حاجي يعني هو انا فيه ايه فيا اللي يدل اللي يبين لك ايه ده ايه ده ايه ده ايه قال له يا ولدي والله انت ابن حلال وانتو احسن ناس في الدنيا بس برضو ده من باب التأكد بس مش اكتر وبعدين يعني يا ولدي وانت هتخاف من ايه الله ده بيزنوقك يا حمه بقولك يا حمه احنا محتاجين ايه نقوم نستحمه ايه ده حمه تعفرت وتعصب وام ومشي وقمت معا طول الطريبة احنا ماشيين انا عمالة احمالة خير يا حمه ما تروح حمه تكشف حمه مكسوف من ايه ده دكتور راجل حتى يعني وما تخافش يعني هيبقى كشفه بواسير على السريع قال لي يا عم انت مجنون هو انا كان فيها ايه وهيقتي فيها ايه يعني يبين ان هو كده قلتولي يا عم ما انت عارف البني ادم من برة الله الله ومن جوه يعلم الله يا حمه الله الراجل برضو عايز يتطمن على بنته وبتاع وحمه قال انت بتقلبها علي وبتاع قلتوله والله ابدا هي اللي جات في حجرك الموضوع كله جيه كده بابا قال لي ان انت ماشي ماشي بطال لا والله العظيم تلاتة ما حصل يا بنتي وبتاع لا بابا قال لي ان انت اول ما اول ما قال لك ان احنا محتاجين نروح نكشف عنده دكتور مش عارف بواسير باين قال لي ان انت قعدتك مش تمام وبتاع دي قل هاتت تقول كلام بيينت ايه ان ابوها مش عايز يقول لها يعني طب حمه سيطارة بقى اخد الموضوع على سيدره قوي وزعل واددايق جدا ما عرفش هال كان ابوها عارف ان هو يقص يعني فحاول يجبها له اللي هو ايه فايس فرسا فاهم حبي يدي له واحدة كده تحت الحزام حرفيا ولا ايه ما انا عرفش لكن المهم ده كانت ايه هو وصياح على ما اظن تجوزه هما في الاخر صاحب الزبالة انت عارف الدنيا وصلت ما بينه وما بينه عاملة ازاي فخلاص صاحب الزبالة ده بطبيعة اي واحد غدار لما بتيجي تواجهه اللي هو بيعمله بينكر تماما ايه مثلا قبله بقولك ايه كلب يقول لي ايه ريس تعرف طبعا عشان خطر ايه كده ايه يقول له ايه صاحب الزبالة يقول لي ايه صاحب الجميل الحلو الجدع ابو عيون جريئة اقول له انا يا عم في حد قال لي ان انت قلت كذا 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 يقول له يا صاحبي اللي بلغك هو اللي شتمك اقول له انت ما قلتش الكلام ده يقول لي لا ما قلتهش طب خلاص اصلا انا اسمع يعني كلام جالي من كذا حد تعالي لا 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 واللي بيني وبينك يا اخي طب ايه ماشي وهكذا فالشخص ده الشخص الغدار من كتره ما بيكرر الهاكس بتاعه والحاجات اللي بيعملها في الظهر مجرد بس انك تبين له ان انت قفشه خلاص هو من نفسه بيحاول ايه تجنبك ومع الوقت الدنيا خفت ما بينه وما بينه خلاص صياح وحمه اظن هما الاتنين يستحقوا بعض هي صيوحة وهو سيطرة خلاص صبونا دي بقى اللحوار تاني صبونا دي عشان خطر نخليها تبطل زفلطة كنا بنعمل ايه وقت شغل يا صبونا الحاجة دي محدش هيعملها غيرك لو ما عملتهاش هيتخصن منك خمسين مية جنيه ايه كان تيجي قبل ما عدد تسليم الحاجة بتاعت الشغل ايه ده يا لهو اصلا حصلت لي ظروف هاتي مية جنيه والله مش عارف ايه هاتي مية جنيه ما كانتش بتحرف كان بتقول ايه حاجة ثانية مع سيطرة وصياح ايه يا جماعة البروشيكت انا اسفة ما لحيتش خلص التسك بتاعتي خلاص مش مشكلة هنطلعك برا الجروب لا يا جماعة خلاص هنطلعك برا الجروب هنقول الدكتور هينان هبقى الواحد اه هتبقى الواحد من كتر ما تحطت قدام الموقف ان هي لو تزفلطت تاني خلاص هي فعليا هتتأذي هتأذي نفسها بالتسويف اللي هي عمالة تعمله ده ابتدت تتحس لكن شعبان الزرات الكذاب ده انا مش عارف اعمل معا ايه حاولت في مرة وهو بيتكلمني على ابن خلته مثلا ابن خلته كان عنده طريقة جديدة لتسمين الكتاكيت واقعب بيحكيها لنا يا معلم انا مش مهتم بالكتاكيت خالص فاهم قاعد عمال يحكي ويشرح وبتاقى احنا عدين اصلا بنتفرج على مطش للاهلي مطش مهم للاهلي وبتاقى واقعد عمال يكلم على تقنيات تسمين الكتاكيت وبتاقى ايه عم انا مال يا عم بتسمين الكتاكيت وبتاقى المهم فايه جيه في بالي فكرة فقلت يا جدعان ما احنا كلنا فينا مشاكل ما تيجو نتفق اتفاق وزبطت قاعدة قعدناها احنا السبعة وقلنا يا جدعان قبل اي حاجة كده اي حد مش هيقول اللي في قلبه روح مجزيرة كده صغيرة واقعدنا فيها وجبنا ازازة واقعدنا ايه كل واحد فينا لو مش هيصارح التاني يبقى بلاها بقى شلة وبلاها بقى صحوبية وبلاها كل حاجة وكل واحد يروح في حال متفقين لو مش متفقين ولونا من الاول طيب مبدئيا كده انا اسف على واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة اسف لما تريقت عليك يا صيح اسف لما تريقت عليك يا صاحبي الزبالة واسف لما عملت مش عارف ايه يا سيطرة واسف لما حصل واسف لما سوى واسف 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 واوعيدكم ده مش هيتكرر تاني مرضيين يا رجالة حدز علام مني لا طيب تعالي بقى صاحبي الزبالة انت تطلع برا انت زبالة انت مش تقعد معنا انت قلت علي كذا في ظهري وانت عملت كذا وانت عملت كذا وانت عملت كذا وانا مش مستني منك تبرير لان انا واثق من اللي بقول انت اسف على ده ولا لأ ايه تبريرك للي حصل اصل وفصل ومش عارف ايه خلاص ده تكنسل تكلسن خلاص فعلم تكلسن الخطة خلاص طالما ما معتزرش خلاص تعالي يا صياح انت يا صياح اسمع على مسام مش طبيعي يا صياح انت نما بتبني مش موجودة كلنا بنفضل نتريع عليك وعلى صياحك وعلى القرف اللي انت بتعمليه يا صياح اللوم اللوامة قوي يا صياح احنا مالنا يا صياح ان النور قطع في اليوم اللي احنا نازلين نشتغل فيه مخصوص يوم السبت في الكلية مش احنا اللي قطعنا النور عملت قطمي فينا طول الطريق ليه عملت حرام عليك ومش عارف ايه وبتاع لازم تاخدي بالك من كذا 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 كان ده بيحصل يا جماعة ولا لا اه بصراحة بيحصل طيب يا صياح ايه ردك انا اسف والله لما كنتش واخده بالي انا بس يعني مش عارف انا اسف اوعدك والله خلاص كل مرة هتصيح فيها حمو هيسيطر ايه رأيك وانا هتنمر وبحة هيتعال عليك باخلاقه ايه رأيك وصابونة هتتزفلت عليك وبصي بقى شعبان هيزرت لأ كله الا شعبان كله خلاص خبطت السياح نيجي على حمو وانت يا حمو معلش يا حمو الرجولة مش بكده لو كانت الرجولة بالايه بالشنب لكان الصرصار هو سيد الرجال مش كده يا حمو مفيش حاجة اسمها يا حمو انت تبقى عايز تتحكم في الشخص اللي قدامك بالكامل او تبقى عايز تعرف كل اللي بيحصل من حواليك ده بيبقى نعدام امان من جواك يا حمو وانت المفروض مش كده هنعالج ده مع بعض يا حمو بقولك يا حمو كل مرة هتحشر مناخيرك اللي اطول من مناخير دي في خصوصيات اي حد يا حمو انا هتنمر وصاحب الزبالة هيخضر وصباح هتصيح وبحة هيتعالع عليك باخلاقه هبطل الكلام ده وهحاول بجد ده خد بالي بس بقوا فكروني لما اعمل حاجة زي كده او تطلع منه تقولوله يصطى خد بالك انت دلوقتي بتحشر مناخيرك تمام وانا اسف وحققك عليك تعالى يا شيخ بحة بص يا شيخ بحة احنا نحسبك على خير انت راجل بنكون موجودين انت اللي بتقولين يلا جماعا ايه بنروح نصلي وانت مجرد ما انت رايح تصلي بنروح معاك فربنا يا رب يجزيك خير بس يا بحة بس يا شيخ بحة هو اسمع بحميد يا جماعة وبحة دي مش شتيمة تمام بس يا بحة احنا عارفين ان الدين له شقين شق العقيدة او العبادات وشق تاني هو المعاملات انت ولا مرة بتيجي في معادك انت بتشتم عمال على بطال يا بحة يا بحة انت لسانك ما بيسلمش من قولة بحة يا بحة واخب بالك وبتتكلم في الظهر كتير وبتتعال على الناس دينيا يا بحة فخب بالك من الموضوع ده يا جماعة انا والله العظيم ما ببقى قصدي ولا واخب بالي اصلا انا زمان كنت وحش قوي انا زمان يا جماعة من وانا صغير وانا مكبوت وحكى بقى بجد حاجة ما كانش بيحكيها خالف مش عارف قاعد بقى يحكي اسرار بقينت ان هو فعلا كان عنده يعني احتياج في حاجة معينة العيال دي كلها تخش النار ايه ده انتوا ليه كلكم كفار يا بحة خلاص يا جدعان والله انا حقق علي وبتاع وايه يعني لو حصل كده قلت له ايوة لو حصل كده صاحب السبالة هيخضر بيك وصياح هتصيح عليك وانا هتنمر عليك وحمه هيسيطر وصابونة هتتزفلط وخدي بقى شعبان هيزرط لا الا شعبان تعالي اتعالي يا صابونة ايه يا صابونة بص يا صابونة وحدة وطنية وكل حاجة فاهم ولو ايدي في ايد اخويا ابن امي وابويا انا شيل عنه همه ووقت الشدة يلاقيني ولو في حاجة ايه نقصاني يموت نفسه عشاني اناقوى وهو جنبي واددي له ان شاء الله عيني كم مرة الكلام دا يا ما قلنا وعدنا في خلاص انا غنينا الاغنية دي كلها ما ينفعش كده يا صابونة ما ينفعش ما ينفعش تتملصي من كل المسئوليات وتبقي دايما متوقع ان في حد تاني هيشيل عنك المسئولية ما ينفعش مش من حقك يا صابونة مش من حقك تتزفلتي كده لان انت كده بترمي مسئولية على غيرك وغيرك بيشيلها انت كده بتجري بالتعاطف ان لو قدمك هيتعاطف معاك فاكرة يا صابونة لما رحنا يوم للبريد وكنت عايزة تبعاتي فلوس لحد قريبك فاكرة وروحتي هناك وعملتي نفسك ملخومة وقفتي على جنب وعملتي نفسك بطعيات عشان موظف البريد كانسل ستة وقفين في الطبور علشان خاطر يخليك تروحي بسرعة تدفعي لان انت كنت مستعجلة وعايزة تمشي وكسرتي الخط والطبور علشان خاطر بس الموظف يعني انت مجيتيش في المعاد المحدد وفي نفس الوقت ملتزمتيش بالقوانين وفوق ده كله عملتي طريقة تكنسلي بها القوانين وخرجتي منها عادي صغ سليم ولكي ان حصل حاجة ده ما ينفعش لان فيه ستة انت خدت جزء من حقهم ان هم تأخروا والتأخير ده يا صابونة مش بس انت أخرت الدور ست دقايق ولا سبعة دقايق لو فيه ثلاثة عملوا زيك احنا تأخرنا ساعة خلاص مع شكوى من هنا القيل والآل خلاص الدنيا بازت بوزنا الطبور بوزنا النظام بوزنا كل حاجة يا صابونة ونفس الكلام تاني لما ما تردش تسلمي الشيط وتتأخذ لي وييجي حد في الآخر يعملهولك ده عمل لود عليه زائد سمعتك وسط الناس هتبقى ان انت ايه ان انت معدومة المسئولية صابونة جات بقى حاولت تتزفلت روحنا مسكناها كده لو لا اوعيت الزفلات يا صابونة خلاص انا انا اسفى انا فعلا انا بكسل يا جماعة انا اسفى انا عارف ان انا كذا وكذا حد تتكلمني في الموضوع ده في البيت ويعني والله انتوا عارفين ان انا بحبكو وبتاع فاقى يعني ساعدوني بس كده لو تزفلت تاني يا صابونة صاحبي الزبالة هي ايه هيخضر وصيح هتصيح وحمه هيسيطر وانا هتنمر والشيخ باحة كل ما هيشوفك هيقولك استغفر الله العظيم مساء الخير هي تعالى بأخلاق واخدي عندك دي بقى شعبان هيزرة وصلنا عند شعبان حرفيا كنا نقولونه تعالي بقى يا لأ يا قليل الزوء كله بلا استثناء يا قليل الزوء يا فاجر يا لأ انت عندك قدرة خارقة يا لأ انت مش طبيعي انت ايه ده انت ايه ده انت ما بتزهاش من الكلام يا شعبولة بتزهاش من الكلام يا عم مش لازم نعرف تقنية تسمين الكاتاكيت ولا عمك اللي كان صاحب خالد بيبو وابوك اللي عمل البحر طحينة ونسينا نكتب عليه قسمينة لا خلاص مش لازم مش لازم تجدب يا حم عشان خطر تبين ان انت جامد في حاجة مش لازم تجدب يا شعبولة عشان تبين ان انت واخد ادج على حد يا عم محدش مهتم والله ما تعملش زي العائل الصغير اللي داخل في سباق مع ناس كبيرة وعايز يكسبهم هيسيبوك تكسبهم يا ابني زي تبقى قليل الزوق ومش فاهم التلميحات بتليجي وراء لحد الحمام يا راجل تبقى انت وقف بتزرط برا وانا قاعد بزرط جو لا يا حمو ده غلط برضو بقول حمو لا يا شعبان ده غلط يا شعبان غلط بجد والله ده مش طبيعي مفيش بني قدم بيعمل كده لازم تفهم اني مش ناقي مش طبيعي ان انت لما تقابل حد الاول مرة تهري ودانه ثلاث ساعات كلام عن انجازاتك في الحياة وقدي ايه عمك كان جامد وابن عمك اللي ابتكر طريقة لتسمين الكتاكيت يا عم حروق تحرق الكتاكيت ما هم بيعدموها ايه خالي يصدر لو كنا فعلا عرفنا سمعت طريقته لتسمين الكتاكيت كان ممكن نلاقي علف بدل ازمة العلف اللي حصله في مصر احنا ممكن نكون ضيعنا فرصة على فكرة يا نهر اسود يا نهر ابيض فكله قال له بعد كده بقى كلهم روح ابصولي قالوا لي طب ايه يا جميل الملامح ايه قلت لهم لا انا عارف انا في الاول قلت لكم ان انا تنمرت والتريقت على خلق الله والتريقت عليك يا صيح والتريقت عليك يا صبونا لدارك ان انا مطلع عليك وكلكو اسامي وعامل عنكم فيديو الناس بتشوفوا بعد صفعة سنين من الحدوتة دي بس انا خلاص مش هتنمر على الحد تاني ولو شفتوني بعمل كده اخذر بيا يا صاحب الزبالة وصيحي المشكلة بقى اعرف ايه ان غالبا انا تنمرت ودارت الدايرة وشاء ربك ان صاحب الزبالة غدر بيا غدرة كبيرة قوي وصياح صاحت حتة صيحة كانت هتوديني في دقائق وحمه سيطرة فضل يحشر منخيره في ادق تفاصيل حياتي لدرجة انه عارف من ناس قريبين مني تفاصيل التفاصيل وحكاها لصاحب الزبالة بالغلط ما يعرفش ان هو زبالة وغدار صاحب الزبالة فضح فصياح صاحت انت ازاي تعمل كذا وفي الحالة دي الشيخ بحة قال لي يا خيستغفر الله العظيم اتأمرونا الناس بالبر وتنسونا انفسكم وقطع علاقته بايا قال لي يعني انت بعد ما تخليني احسن او بعد ما احسن علاقتنا بالناس تطلع انت بتعمل وبتعمل 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 وصابونا اتزفلطت اختفت تماما ما بقاش غير شعبان الزرات بقى صانع محتوى بالمناسبة بينزل بوستات كده كلها زرت عن امكانياته وعن عظمته وقدي ايه هو جامد والناس بتسقف ايخ ربيت حلوتك كده فده كان wake up cool فاهم عارف انت ايه في كمية مصطلحات انجليزي النهاردة جانده بتعال عليك بالله ده كان ايه كان تنبيه كده اللي هو لا ما تتنمرش تاني ورجعنا تاني نتنمر بعد كده الحمد لله ربنا تابع علينا بقى خلاص وبطلنا للتريع على خلق الله وايه اهو دي كانت شلة الجامعة يا صاحب وانا متأكد مليون في المية ان في حد من مننا احنا السبعة موجود في حياتك قد يكون اب قد يكون ام قد يكون اخ قد يكون شريك حياة اه قد يكون صديق جار اي حاجة فيعني اتمنى انك تكون عرفت يعني ولو ايه نبزة بسيطة عن ازاي تتعامل مع كل شخصية من الناس دول ويه بس كده سلام عليكم بين الناس متأثر بين الناس متأثر بس خلاص اه 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 اه